موسيقى نعرف التعريف العلمي لنوبات الفزع أو الهلع نوبات الفزع أو الهلع الاسمين صحيحين وفي لها مجموعة أسامي غير علمية طبعاً مستخدموها الناس في الشوارع بس ما منحب نستخدمها إحنا لأنها مش علمية نوبات الفزع أو الهلع هي نوبات مفاجئة تصيب الشخص بدون أي سبب ما في لها مسببات تكون منذ الصغر دكتور؟ تأتي عادةً بتبلش بعمر الشباب بالعشرينيات تقريباً تأتي بشكل مفاجئ وبدون سبب يعني ممكن الواحد يكون هادي ممكن يكون محصب ممكن يكون حزين ما فيش الحالة النفسية بوقت النوبة ما إله علاقة مش هو اللي بسببها ممكن تأتي بالليل ممكن الواحد يقوم من نومه يكون نايم يقوم من نوم على نوبة هلع وممكن تصيبه بالنهار بشغله بأي لحظة ممكن تأتي بتتمثل هي بأنها أعضادها جسدية ولهيك بتأخر شوي المريض عبينما يوصل للعلاج النفسي نعم النوبة لها هي مفاجئة شعور بالخوف شعور شديد بالخوف كأنه الشخص بده يفقد عقله كأنه بده يموت كأنه بده تصيبه جلطة كأنه راح يفقد توازنه وبتصاحبها العراض جسدية اللي هي خفقان في القلب أو ألم في الصدر أو كتمة كأنه بلاطة على صدره تتمثل كأنها عراض جلطة هي بس فعلياً عضوياً ما في مشكلة ممكن تأتي بدوخة ممكن صداع لايعان أو ترجيع مراجعة عراضها مختلفة وشديدة نعم وكثيرة إلها أسباب أو ما إلها سبب أسباب معينة لا عادة إحنا بنحكي يعني معظم الأمراض النفسية هي تجمع بين بين أن الشخص يكون عنده استعداد للمرض وعوامل اللي هي المحيطة بالشخص والضغوطات اللي بتحيط بالشخص ممكن تعتبر وراثية أكثر؟ جزء منها وراثية فيه جزء وراثي وفيه جزء غير وراثي يعني ما منحكي أنه مية بالمية وراثي ولكن الوراثي إلها دور إلها دور بأنه نعم بأن الشخص يكون عنده استعداد للمرض نعم ما هي الأعراض الأكثر بشكلة عن عند الشخص اللي عنده هلاء أو فزاء فيه ممكن بعض الأعراض تكون خفية ما أحدا بيعرفها إلا صاحب هذا الاضطراب الخوف طبعا والقلق الداخلي هذا إلا الشخص هو نفسه اللي بشار فيه أما الأعراض اللي إحنا منشوفها إنه بكون الشخص برج بكون ممكن يكون متعرق إذا بتقيسي النبضة ويكون سريع بكون خايف طبعا داخليا خايف ممكن أنه لا يعان ممكن يحكي أنه بديه يراجع وممكن يراجع دوار صداع شديد هاي الأعراض الأكثر نعم طب فيه فئات عمرية أو جندرية أكثر مثلا تعرضا لمثل هذا الاضطراب يعني زي ما حكيت بعمر العشرينيات تقريبا هي بتبدأ المشكلة والنساء أكثر من الرجال نعم طب فيه هناك يعني فيه أسباب معينة تكون موجودة عند السيدات أنه تصيب أكثر من الرجال؟ لا، لا يوجد شيء دقيق. ممكن أن طبيعة هذا نعم. أهم العلاجات التي تقديمها لهذا المريض، هل هناك أيضا علاجات نفسية، دوائية، جسدية؟ الآن العلاج النفسي هو دوائي، سلوكي ومعرفي. نحن عادة نحكي للمريض أنه يوجد أدوية. وبنفس الوقت سيأخذ جلسات لكيف يتعامل مع النوبة عندما تأتي. كيف يجب أن يستوعب أن هذه نوبة الهلع؟ نعم. نوبة الهلع لا تستمر بين دقيقتين أو ثلاث دقائق. لا تستمر حد ربع ساعة، لا تستمر أكثر من ربع ساعة لا تستمر. فهي خلال ربع ساعة تنتهي أصلا. بدون أي علاج، بدون أي شيء، فهي ستنتهي أصلا. فلو المريض نفسه استوعب، وأنه أخذ نفس عميق، أن هذه نوبة الهلع، ستذهب لحالها أصلا. سيطر عليها، لا يوجد داعي أن أذهب إلى المستشفى. المشكلة المرضانة هي أنهم يتجهل المستشفيات. بالمستشفيات، فخوصات، لأنها أعراض عضوية كلها. فخوصات مختلفة، وأطباء، وأخصائيين، وإذا كانت هذه النوبة كانت أعراضها أو جهاز الهضمي، سيصبحها أخصائيين الهضمية، وتنظير وليس تنظير. وإذا كانت أعراض القلب ببلشو، التخطيط، وإيكو، وممكن يعملوا الدخلات. لأنه كل مرة تأتي شكل هي. كيف يعرف المريض أنه جد هذه النوبة؟ ليس مثلاً مرض آخر، أو هناك اضطرابات؟ لأنه أعراضها تتشابه ببعض الأمراض أخرى. نعم، لكن مجموعة الأعراض هذه مع بعض لا يوجد مرض بجمعها. يعني لا يوجد مرض عضوي بجمعها. هل تكون منتظمة أو غير منتظمة؟ بالوقت، لا. لا، ليس لها أي وقت. ممكن اليوم تأتي بعد أسبوع، وممكن بعد ثلاثة أيام، وممكن طيب شهر أو شهرين. المشكلة هي أن مع الوقت تكون هاجزا الشخص، وتكون حياة أعلى كل حياته الشخص. والشخص يأتي بعد هياب عدة أسبوعها، ومستطعها، بلناها، نعم، 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 لننتظرها. إذا أعتقدتها أن يصفه حياته كلها متركزة على هذا الموضوع، وقالهم يأتي فأتمنى وإنه يأتي فأتمنى. فهو يجب أن يكون مؤمن لديه مريضي، وإما قريب من المستشفى، أو من طوارئ، أو من مركز أنعاش، ما يجب أن يجب ان ينعزلون كل شيء يرتبون بالنسبة لهم يخطلون من الناس يذهبون في موالات، أسواق، أماكن مزدحمة الأماكن التي تساعد المقرش فيها، يعني إن سيتي مول لا يريدون نص ساعة واحدة من أن يتظهرون نوبتين بلاحظة كمان أتحدث عن تحديث أن تجد الجهاز الهضمي وإلى آخر ويمكن تجد أيضا العضلات تصير ردة فعل غير لا إرادية وخصوصا في بعض الأشخاص سترينهم كون تبور لإرادية من خلال هذه النوبات كيف بدنا حتى نأحلهم نفسيا العضلات أكثر بيصير فيها زي تنمل تنمل بالعضلات ألام بسيطة يمكن ألام العضلات الصدر ممكن تكون أما باقي الجسم بتكون تنمل بالعضلات أو تنمل بالأطراف سواء بالإيدين أو بالرجلين في بعض الأشخاص بيقول لك إذا صار معه موقف وخاف صار عنده هلأ أو فزع أنا ممكن صار معي هاي الحالة ولا هي ممكن حسب المواقف وتعتبر طبيعية الخوف من إشي معين هداك إشي تاني وتشخيص تاني اللي هو الرهاب اللي هو الفوبيا نعم أنه أنت خافت من تعدد فعلك على إشي جربته إشي جديد يعني مثلا أنا مقابلتي معك أول مرة ممكن أني أخاف أتشنج لكن هذا إشي عادي بس فيه ناس عم ببلشوا أنه لأ أنا عندي شكله من القلق عندي رهاب أشي أعمل هلا هديك حالة قلق نفسي هلا هديك حالة قلق نفسي مختلفة نعم 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 بالنسبة للأطفال كيف تعرفوا على هذه الحالة أنه عنده هذا الطفل حلاء أو فزع يعني أقل بكثير بالأطفال أقل أقل بكثير كثير قليل أو لأقل لما نراها يعني بماذا ترتربط عن الأطفال طبعا نفس الأشي نحن المشاكل النفسية بشكل عام وليس هذه المشكلة فقط الاستعداد الاستعداد الوراثي والظروف المحيطة بالطفل المشاكل الأسرية لشكل تلعب دوري كبير يعني عم نشاهد مشاكل الأطفال حاليا بشكل واسع جدا 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 نتيجة مشاكل الأسرية نتيجة المشاكل جوالبيت الاعتداء على المرأة الطلاق الانفصال ممكن يؤثر كلهم بأثروا على الطفل وعلى تسبب له مشاكل في المستقبل كيف بدي يكون هناك تأهيل نفسي من الأهل لهذه الأشخاص اللي بصير محمد الاضطراب تأهيل نفسي عادة زي ما حكينا إحنا العلاج هو زي ما قلت لك أنه دوائي سلوكي ومعرفي بيصير بوجهه الشخص كيف يتعامل مع النوبة لما بتيجي النوبة وبيقل الشخص أصلا مع العلاج ومع التأهيله بيقل أصلا رهابه من أنه راح تيجيني ببطل يستنىها هو البطل يستنىها هلأ طبعا نحن دائما ننصح هؤلاء المرضى المنبهات يبعدوا عنها قهوة شاي كل المنبهات بشكل عام يبعدوا عنها ومشروبات الطاقة طبعا أي شيء فيه كافيين بده يبعد عنه الواحد لأنه هذا يزيده هم أصلا يزيده بالضبط والشخص أصلا عنده استعداد عطينا خطوات ممكن الشخص يقوم فيها إذا شخص أمامه صار معه حالة هلأ أو فضاء يعني بده يحاول يهد الشخص أنه هلأ اللي أنت عم بتصير معاك هاي نوبة هلأ هاي ما راح تستمر أقل من خمس سبع دقائق عشر دقائق بالكتير خود نفس عميق وفكر إنها هاي النوبة نفس اللي عشتني المرة الماضية اللي ما ععدتش عشر دقائق وانتهت وراحت وما بتترك أي أثار بعدين يعني ممكن المريض بعدها يشعر بشوية تعب شوية إرهاق بس ما بتترك أي أعراض نهائيا بعدها ممكن نوبات الهلأ ومستدع تتطور وتصير معهم صراع صراع لا الصراع اشي مختلف تماما الصراع هي أو مثلا زيادة مثلا الكهرباء ممكن تسبب مشاكل نفسية أخرى مشاكل نفسية أخرى زي اللي حكينا الرهاب يعني الشخص لما بيبطل يختلط بالناس بطل يطلع من بيته بيصير محبوس في بيته عشان ما عشان ما تصيبوا يكون مكان ما بفيش في اسعار بصفي قاعد في البيت بخاف يطلع من البيت هذا منسميه اللي هو رهاب الساح يعني رهاب الأماكن المزدحمة الأماكن المغلقة هلأ هذا ممكن يرافق هيك نتطور لمرة ثانية هلأ هذا المرة طبعا كل تشخيص لحالي توحد ما إليه دخل لا عرضه تشخيص آخر آخر ومكملين معكم ما تبقى من حلقتنا لليوم ابقوا معنا